مثلما حولت ميليشيا الحوثي صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها إلى لون واحد يسعى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والسعودية إلى استنساخ السياسة ذاتها تكميم الأفواه وقمع الحريات والتضييق على المنظمات ووسائل الإعلام وانتهاك حقوق الإنسان هي ممارسات تدمنها الميليشيات شمالا وجنوبا وتفرض نفسها كسلطة أمر واقع وتجبر المواطنين على القبول بها المناطق المحررات من سيطرة الحوثيين لا تختلف كثيرا عن تلك الواقعة تحت سلطة الإنقلابيين فالانتقالي يمارس الانتهاكات ذاتها أحدث تلك الانتهاكات هو إصدار ما تسمى الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للانتقالي تعميما لملاك الفنادق والقاعات يحذرها من القبول بإقامة الفعاليات والمؤتمرات وكافة الأنشطة في قاعاتها لأي جهة ما لم يكن لديها تصريح كتابي من الهيئة الهيئة توعدت المخالفين بما وصبتها بالمساءلة القانونية مطالبة للجهات الراغبة في تنظيم فعاليات بتعبئة استمارات تشمل بيانات الجهة وحسابها البنكي لا يتوقف الأمر عند ذلك بل إن الهيئة استدعت صحفيين إلى مقرها وأخذت منهم تعهدات تحت التهديد بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من قبلها الحكومة تصمت إزاء ما يجري حتى في مناطق نفوذها ولا توقف ممارسات شريكها في السلطة الانتقالي الجنوبي الأمر الذي يجعل دعواتها للمنظمات الدولية لنقل مقراتها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة أنشطتها بحرية دعوة لا جدوى منها خاصة في ظل تشابه البيئة غير الآمنة وسط التضييق والتدخلات على خطى الميليشيا يسير الانتقالي ويطبق نهج الحوثيين الذين منعوا احتفالات خريجية الجامعات وفرضوا كيانات مخصصة لذلك وتدخلوا في عمل المنظمات وضيقوا الخناق عليها وأغلقوا وسائل الإعلام وحولوها إلى صوت واحد وفتحوا السجون أمام الصحفيين وأصدروا قرارات الإعدام بحقهم وحق النشطاء والمناهضين لهم ومنعوا التعددية السياسية ومارسوا كل محظور من تعديب وقتل وتشريد وتفجير للمنازل والمساجد والمدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر